أهلا بحضراتكم في مشكلة بتوجهنا لما بنيجي نتكلم ونفكر عن أنواع وأصناف الحيوانات اللي دخلت إلى فلك نوح هل الدنياصورات كانت داخل الفلك؟ كيف انقرضت الدنياصورات بصراحة يعني القصة الحقيقية التي تخفيها ناسا الدنياصورات المساكين يعني انقرضوا مو بمزنب هذا الضرب جنوب المكسيك من 63 مليون سنة لا انقرضوا من 5000 سنة هاي الحقيقة المرة اللي تخفيها ناسا طبعا شايفين نوح عم بيقول لنا للدنياصورات سوري شباب فوّلنا يعني السفينة تعبت ما في مجال نحط الدنياصورات كمان فانقرضت الديناصورات فعلا من الصعوبة انك تتخيل دخول ديناصورات داخل فلك نوح يعني على سبيل المثال لو خدت ذكروا أنسة فقط من نوع اللي هو السرابوتز اللي هو أكبر أنواع ديناصورات وحاولت دخلهم داخل الفلك يعني لو دخلوا هياخدوا مساحة ديئة أساسا يعني وكمان احنا عندنا أنواع كتيرة من الدنياصورات مش نوع واحد يعني هل الفلك هيقدر يستحمل ويستوعب الحيوانات وكمان أضاف عليهم الدنياصورات بأحجمها العملاقة كثير من العلماء التطور بيقولوا أن الدنياصورات عاشت من 220 مليون سنة وانقرضت من 65 مليون سنة وأن الإنسان بدأ رحلته التطورية من حوالي 3.5 مليون سنة يعني حتى الإنسان الحديثي اللي هو موسيبيا مش ممكن يكون شاف الدنياصورات حسب تأسيمة وشرح علماء تطور طيب السؤال هنا لو فعلا فيه إثباتات وأدلة ملموسة بتثبت أن الإنسان شاف الدنياصورات وقدر أنه يعيش معها أو يتعايش معها في فترة من الزمن هل هذا بينفي أن الدنياصورات انقرضت من 65 مليون سنة؟ سؤال تاني هل الكتاب المقدس ذكر شيء عن الدنياصورات؟ كل الأسئلة دي هتكون موضوع حلقتنا النهاردة إمتى كان أول استخدام لكلمة ديناصور في التاريخ؟ بترجع زيد تسمية العالم البيولوجي الإنجليزي ريتشارد أوين سنة 1842 بعد اكتشاف مجموعة من عظام حفريات لكائنات عملاقة بتشبه إلى حد كبير الزواحف فأطلق عليها اسم جريت ريبتايل يعني الزواحف العملاقة أو جريت لذرد وجريت الوحديها بتعني أو بالمعنى اللاتيني داينوس وريبتايل اللي هي الزواحف بتعني سوروس أما يحط الكلمتين مع بعض بقت داينوسورس أو داينوسور وتم استخدام هذا المصطلع كتعبير على هذه الكائنات العملاقة من هذا التاريخ حتى الآن بدأوا يجمعوا بعض عظام ويتخيلوا الشكل الخارجي لهذا الكائن العملاقة وفعلا بدأ ريتشارد أوين يرسم بعض التخيلات وزي ما انتم شايفين ما كانتش الصورة واضحة ايه هو الشكل لهذا الكائن العملاقة كلها تخيلات وتصورات من خلال العظام اللي بيلقوها وعملوا بعض التماثيل لهذه الكائنات في انجلترا في حديقة اسمها كريستال باالس بارك عملوا الأشكال دي مجسمة وهذه الأشكال المجسمة والتخيلات هي شاهد على توقعاتهم في هذه الفترة لما اكتشفوا هذه العظام ان الحيوانات دي شكلها هو المنظر دواء المعروض قصة حضراتكم والنقطة دي مهمة جدا هتعرفوا ليه بعد شوية خليكوا فاكرين ان هي دي الأشكال اللي كانوا متصورينها لهذه العظام من حوالي 180 سنة فاتت لكن طبعا الموضع كله تغير في عصرنا الحديث بعد كل هذه الاكتشافات والدراسات اللي تعاملت على الدينيسورات وبقى يعرفوا حتى المكونات الداخلية والتشريح الداخلي للدينيسور انكراد الدينيسورات أراء كتير جدا حوالين هذا الموضوع إزاي انكرادت الدينيسورات يمكن أكبر احتمال بيحتملوه العلماء بيقولوا قد يكون مزنب صدم الأرض وسبب كارثة أتلت الدينيسورات واعتمدوا على درساتهم دي وجود بعض الصخور في بقايا حفريات الدينيسورات افترضوا انها نتيجة من التصادم لنيزك عملاء كبير صدم منطقة في جنوب المكسيك وسبب هذا التصادم إلى مقتل جميع الدينيسورات في وقت واحد وفناءها من حوالي خمسة وستين مليون سنة ويقولوا العلماء لما نيزك اصطدم في الأرض عمل سحابة كسيفة من الخبار وبالتالي حاجة بدوق الشمس على الأرض لعدة شهور وهذا على الأرجح كان سبب في موت النباتات اللي بدورها كانت سبب في موت الحيوانات اللي بتتغذى عليها ومنها طبعا بعض الدينيسورات النباتية اللي بتاكل نباتات والبعض بيقول ان البراكين اللي حدثت في الماضي من ستين مليون سنة كانت عملاقة جدا وغطت ألاف الكيلومترات بالحمام البركانية الحارقة وطبعا الغاز والغبار اللي كان نتيجة للبراكين موت الدينيسورات اللي موجودة لكن السؤال هنا هل المزنب دو كان سبب لقتل الدينيسورات فقط على وجه الأرض ولا قتل كل الكائنات الحية طيب لو كان التصادم دو في مكان محدد من الأرض زي ما بيدعوا انه في جنوب المكسيك طيب ازاي كل الدينيسورات حول العالم كله ماتت نتيجة لاستضام هذا المزنب في جنوب المكسيك يعني بعد شوية نشوف خرايط لتوزيع حفريات الدينيسورات على مستوى العالم ازاي كلها تأثرت في نفس الوقت بهذا المزنب اللي ضرب منطقة في الأرض وقالوا بعد كده ان ما تبقى من الدينيسورات تحول او تطور في رحلة التطور الى انواع مختلفة من الطيور وحاولوا يجيبوا تقارب ما بين التركيب الداخلي والتشريحي للطيور والدينيسورات ويعملوا مقارنة بينها علشان يوصلوا للقارئ او يوصلوا للناس ان هما في تقارب بينهم في التركيب الداخلي اذا دوى نتيجة لتطور للدينيسورات نظرية تانية بتقول ان موت الدينيسورات كان نتيجة لانخفاض كبير في درجات الحرارة من 65 مليون سنة حصل معها تغيير في المناخ العالمي سبب موت كتير من الدينيسورات بسبب مثلا برودة قوية جدا موتة كل الدينيسورات اللي هو عصر جليدي معين اضى على كل هذه الدينيسورات لكن بعد ما اكتشفوا ان في مناطق قطبية دينيسورات متحجرة نفوا هذه الفكرة وقالوا ان فعلا ممكن الدينيسورات تعيش حتى في المناطق البردة وفي فرضية تانية بتقول ان ممكن يكون في هذه الفترة كان في نباتات سامة معينة موتة الدينيسورات اكلة نباتات في الحقبة الاخيرة من العصر التبشيري وده كان سبب موت الدينيسورات اكلات اللحوم لانها مللتش حاجة تكلها او تتغزى عليها فرضية تانية بيقولوا ان في وباء او جرثومة معينة كانت سبب في مقتل هذه الدينيسورات نظرية اخرى بتقول ان الثديات الصغيرة في نهاية العصر التبشيري كانت بتعيش على اكل البيض ولو اكلت اعداد كبيرة من بيض الدينيسورات ستنكرد الدينيسورات لكن الفكرة دية بيقولوا عنها ان حتى لو اكلوا بيض الدينيسورات كلها وانكردت الدينيسورات برضو هذه الثديات الصغيرة هتموت لانها مش هتلاقي حاجة تكلها بعد كده كلها نظريات مختلفة ومتنوعة علشان تشرع سبب انكراد الدينيسورات لكن تلاقي ان كل نظرية او كل فرضية من دي ليها بعض المميزات الممكن نقبلها وبعض العيوب الاخرى اللي ما لقوش ليها اي تفسير لغاية يومنا هذا الحفريات دلوقتي هيندرس حفريات الدينيسورات اللي هي موجودة على الكرة الارضية واماكن وجودها لكن قبل ما ندرس الموضوع ده نحب ناخد الاول خلفية عن موضوع الحفريات الحفرية بكل بساطة هي بقايا الكائن الحي اللي اندفنت وترسب عليها كتير من الطبقات الرسوبية قدرت تحفظ شكل الكائن الحي او هيكله العظمي محفوظ بدون ان يتلف هنشوف دلوقتي حفرية مع بعض لسمكة دي حفرية طبيعية لسمكة بونيفاش زي ما اعراضكم شايفين دلوقتي الحفرية هنا مبينة كل تفاصيل السمكة العنين بينة والزعانف وحتى الهيكل العظمي باين بكل وضوح لازم يكون عندنا تلات عوامل علشان نحصل على اي حفرية زي كده في الطبيعة العامل الاول لازم ان الكائن ده لما يموت او اي كائن لازم يتغطى بطبقة رسوبية رطبة في وقت سريع جدا الطبقة دي اللي ما بيتغطى بيها بتمنع عنه اي عوامل خارجية من الهوى ومن الطقس الخارجي ان هي تسبب له تآكل او فناء سريع تاني نقطة لازم او تالت نقطة لازم يكون عملية التغطية او الدفن ده تكون سريعة جدا او بتكون هي سبب وفاة الكائن نفسه لما بيتغطى بطبقة رسوبية سريعة ويكون الضغط عالي ويكون الطبقة رطبة كل ده بيديني عوامل طبيعية تقدر تحفظ الكائن الحي ده لالاف السنين بدون اي فساد زي ما اعراضكم شايفين وتلاقي هنا الطبقات الرسوبية حتى اللي حدثت على هذه الحفرية لو لاحظتوا معايا تلاقي ان في طبقات موجودة في هذا الجنب نقطة برضو تانية عشان يطلعوا الحفرية دي بياخدوا الطبقة الرسوبية العالية بيشيلوها بعوامل دقيقة معينة وبالتالي بقدروا يحصلوا على السمكة بالمنظر ده ولو تلاحظوا حدثتكم هنا بيقطعوا هذا المنظر وفيه هنا في الجزء ده و الأخير حتى بقايا سمكة أخرى كانت موجودة في نفس المنطقة لكن هم عشان يطلعوا السمكة دي كاملة قطعوا هذا الجزء لكن مازالت ديل هنا موجود نفس اللي طبقناه على حفرية السمكة دي بيتطبع على أي حفرية موجودة في الطبيعة أي كائن حي لو اطبقت عليه هذه العوامل التلاتة بتقدر تحفظ الهيكل عظمي بتاعه أو شكله لسنوات طويلة وأزمنة طويلة لو توفرت كل هذه العوامل مع بعض معظم علماء تطور بيتطفقوا أن أسباب حدوث هذه الحفريات أو حدوث هذه الفصل اللي موجودة عندنا أنها بتتغطى بطبقة قوية من الماء وطبقة رسوبية مع موجات من المياه الضخمة فبالتالي بتغطيلي الحفرية وبتدفنها وبتحفظها بهذا المنظر حفريات الأسماك مش موجودة في البحر أو في المحطات حفريات الأسماك دائما بنلاقيها موجودة على الأرض أو في أماكن كانت فترة ما مغطاة بالمياه ومغطاة بطبقات رسوبية نتيجة لحدوث فيضاء من الماء أو حدوث تغطية مفاجئة لهذه الكائنات بطبقة رسوبية النقطة الحمرة اللي على الخريطة العالم بتمثل التوزيع الجغرافي لمواقع أساسية لحفريات الديناصورات من الأمور اللي ما زالت في مجال البحث والدراسة هو توزيع الأماكن اللي موجود فيها حفريات الديناصورات حول العالم كلما يكتشفوا موقع في منطقة غير متوقعة بتزيد حرة العلماء وبتسير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفاهم هعرض لوقتي بعض الأماكن من كل قرات العالم اللي وجدوا فيها مجموعة حفريات للديناصورات أو بيسموها الجريفيارد ديناصور فاصلز أو مقابر جماعية لحفريات الديناصورات في كالورادو في أمريكا في هناك ديناصور ناشنال مونومنت عبارة عن تل كبير أو جانب من التل في حوالي 1500 عظمة ديناصور وسببوها بنفس الوضع اللي اكتشفوا بيها وهي مكان مفتوح للزيارة في منطقة ألبيرتا في كندا اكتشفوا فيها حفريات للديناصورات كثيرة جدا أنا بحاول بكتب كل حاجة باللغة الإنجليزية علشان اللي يحب بعد كي يبحث في الموضوع هيلقي البحث باللغة الإنجليزية بيديله أكثر دقة في البحث في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في الأرجنتين اكتشفوا برضو مجموعة من عظام ديناصورات عملاقة من نوع تاتيناصور في قارة أوروبا في أسبانيا أنواع كثيرة من الديناصورات في مجبرة جماعية في قارة أستراليا فيها الكثير من الحفريات الديناصورات وكثير من المقابر الجمعية لدي الكائنات العملاقة في روسيا اكتشفوا أيضا هناك مجبرة عملاقة لحفريات ديناصورات في قارة أسيا وبالتحديد في منجوليا في مساحة كبيرة جدا اكتشفوا فيها أعداد متنوعة وأحجام مختلفة من الديناصورات وكمان في الصين نفس الكلام اكتشفوا منطقة كبيرة جدا بحفريات ديناصورات بحجام مختلفة في جنوب أفريقيا اكتشفوا كبور جماعية لديناصورات وحسب ادعاء أعمار الطبقات اللي أساسها تشارلز ليال بيقولوا أنها بترجع إلى 200 مليون سنة حتى في مصر تم اكتشاف حفرية لديناصور وهنا مجموعة من الباحثين من جامعة المنصورة بيحاولوا جمعوا الحفرية بالطريقة العلمية المزبوطة عشان يحفظوها ويقدروا بعد كده يرسلوها للفحص وده كان بالتعاون مع جامعة في أوهايو ومؤسسات أخرى زي ليكي فاونديشن وكمان ناشنال جيوغرافيك وطبعا أزهر العلماء وجود حفرية أملاق لديناصور موجودة في مصر اكتشافات حديثة للديناصورات كانت صدمة وغيرت كثير من المعلومات السبتة والمتعرف عليها في الأوساط العلمية عن الديناصورات وكان الأهم على الإطلاق الاكتشاف اللي قامت به دكتورة ماري شويتزر واكتشافته بالصدفة في يوم من الأيام داخل المعمل وفي وقت نقل بعض العظام للتيريكس وقعت قطعة من العظام في أرض المعمل وتكسرت وكانت المفاجأة نظرت دكتورة ماري للعظام المتكسرة في أرض المعمل ولقيت كده أن فيها لون غريب أو شكل غريب معين أثار دهشتها فأخدت جزء من العينة جزء من هذا العظام وبتدت تحليله تحت الميكروسكوب وتحت أجهزة دقيقة وشافت أن فيه بعض الأوعية الدموية البلوت فاصلز وفيه بقايا وأصال الدم وكمان فيه صوفت تيشو اللي هي بعض الأنسجة الرخوة اللي هي ممكن تتشد بسهولة يعني لسه لينة نسمع دلوقت دكتورة ماري شويتزر بتقول إيه في الموضوع ده نحن نفعجه لكي سوف نفعجه لكي سوف نفعجه بسهولة من أجل شخصية تانية مهمة هي الدكتور مارك أرميج وهو مشرف المعمل داخل كاريفونيا ستيت يونيفرستي وهو إنسان مسيح يؤمن بالخلق كريشانست نشر دراسة عن عظام لنوع من الدينسورات اسمها تريسيراتوبس النوع دوه أخذ جزء من عظام القرن وقرنه بين عظام حديثة ووجد إن فيه تقارب شديد ما بين العظام الحديثة وعينة العظام اللي خدها من هذا الدينسور وهو يرجع لحوالي 80 مليون سنة حسب ادعاء الأعمار بتاعة الدينسورات وطبعا تم رفضه بعد كده من الجامعة بعد 30 سنة شغل فيها بحجة إنه نشر بحث بدون الرجوع لإدارة الجامعة والحقيقة هو تم رفضه علشان هو إنسان مؤمن بالخلق وأصدر بحث من الجامعة اللي بيشتغل فيها يؤيد صغر عمر الدينسورات تم اكتشاف حديثا في كندا في منجم نوع من الدينسورات اسمه نوداسور المفروض إنه عاش من 112 مليون سنة والعجيب في هذه الحفرية إن الجلد واضح بطريقة عجيبة لدرجة إنهم بيطلقوا عليه هناك الدينسور المحنط وموجود في الرويال ميوزيم في ألبيرتا في كندا وكمان وجدوا جلد لنوع من أنواع الدينسورات اللي هو تريسيراتوبس وزي ما انتم شايفين إزاي الجلد مليان بالدواير والنقطة دي مهمة جدا هنرجع عليها تاني بعدين زي كثير من حضراتكم عارفين إن عظام الكائنات الحية فيها نسبة من الكربون اللي هو كربون 14 بعد موت الكائن بيقل تدريجيا نسبة الكربون داخل العظام وعن طريق تحليل نسبة الكربون المتبقية في العظام اللي معانا كعينة بنقدر نعرف بصورة تقريبية إمتى مات هذا الكائن في جامعة جورجيا ما بين سنة 2008 ل2009 عملوا بعض الاختبارات لعينات من العظام اللي دينسورات مختلفة من مناطق متعددة في أمريكا المناطق دي مليئة بحفريات الدينسورات وجدوا إنها بتتراوع ما بين 22 ألف سنة إلى 40 ألف سنة بعد ما حللوا نسبة الكربون داخل هذه العظام وطبعاً السنين دي مختلفة تماماً على ملايين السنين اللي بيقولوها عن انكراض الدينسورات في الماضي بالإضافة لكثير من الكائنات الغريبة زي السي مونستر اللي وجدوه على شواطئ كاريفونيا اللي رأبته طولها حوالي 20 أدم وكائن غريب كمان وجدوه في سفينة سيد بحرية يابانية وفي بعض الصور اللي مش متأكد من صحتها تماماً يعني لكن بتوضح طائر البتراسور وهذا الطائر يعني في حفريات كثيرة ليه في كثير من المتاحف وفي كثير من الرسومات والنقوش بتوضح هذا الطائر العملاق وهو بيهجم على بعض البشر أو بعض الحيوانات أراء عن موت الدينسورات كيف ماتت الدينسورات هناخد وقت بعض الأراء الأخرى من بعض العلماء المتخصصين في هذا العلم ونشوف رأيهم إيه عن طريق اكتشفتهم اللي اكتشفوها في خلال بحثهم في حفريات الدينسورات دكتور جون هورنر أو سعابي اسمه نيك نيم بتاعه جاك هورنر هو من أشهر علماء الحفريات الأمريكان المعاصرين لدرجة هو مكتشف لنوع معين من الدينسورات اسمه الماياصورة وهو اللي سماه كده بهذا الاسم يعني وأسبب من خلال دراسته أن الماياصورة كان بيرعى صغاره لغاية لما يكبره بيقول إيه في واحد من أبحاثه كان هناك 30 مليون قطعة حفرية في تلك المنطقة بيتكلم عن المنطقة اللي هو كان بيكتشف فيها مجموعة من الحفريات وفقا لتقدير متحفز اكتشفنا قبرا يدم 10 تلاف من الدينسورات كان هناك فيضان لم يكن هذا فيضان من نبع مياه عادي من إحدى مجاري المياه في المنطقة ولكنه كان غمرا كارثيا ويتابع دكتور جون كلامه يقول هذا أفضل تفسير لنا يبدو الأمر أكثر منطقية وعلى أساس ذلك نعتقد أن هذه كانت مجموعة حية تتنفس من الدينسورات التي دمرت في لحظة كارثية واحدة يعني مجموعة كبيرة جدا تصل إلى 10 تلاف دينسور كلهم ماتوا في لحظة كارثية واحدة وده نص كلامه وده المرجع اللي كتب فيه هذا الكلام صفحة 131 Digging Dinosaurs العالم الشهير في عالم الدينسورات والحفريات ويليام سوينتن وكان رئيس لمتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي وبعد كده انتقل لكندا كرئيس لكسم العلوم في إحدى المنظمات العلمية هناك المهم بيقول العالم ده في كتاب ليه وبيستشهد بعالم آخر كان مستخرج لكتير من الحفريات ومكتشف لها حفريات للدينسورات بيقول ايه؟ هنا بيستشهد بعالم آخر بيقول ايه؟ يقول عالم الحفريات شارلز سترينبورج أشار إلى أن جميع الدينسورات من نوع نودوسوروس التي جمعها أو شاهدها في هذه الطبقة دفنت رأسا على عقب يعني كانوا مدفونين بوضع مقلوب يعني ظهرهم إلى أسفل ورجلهم إلى فوق ودو نص كلامه والكتاب ورقم الصفحة اللي ذكر فيه هذا الموضوع وهنا شارلز سترينبورج اللي هو استشهد به وكان رجل هاوي وبيطلع قليل من الحفريات وده اسم الكتاب بتاعه The Life of a Fossil Hunter أو حياة صائد الحفريات دكتورة ثينسيا فاوكس أستاذة في الطب البيطري وعلمة حفريات وعملت دراسات مهمة جدا عن سبب موت الدينسورات من خلال دراستها لحفريات كثيرة من الحاوانات في وضع الموت وطبقت قواعد العلم البيطري على حفريات الدينسورات علشان تعرف ازاي الدينسورات ماتت او ايه السبب الرئيسي في انقراضها وبتشرح وتقول قدم علماء الحفريات تفسيرين رأسيين لما تسبب فيه انحناء رؤوس وزيول الدينسورات يعني من خلال حفريات اللي هي شافتها شافت ان فيه كثير من الحفريات دي رؤوس الدينسورات منحنية الى الخلف ودلها منحنية الى الامام فبتقول العلماء فسروا الموضوع ده وبإيه بنقطتين قالوا الطيرات المائية القوية جعلت اكسادها بهذا المنظر والسبب التاني ان تجفيف وتصلب العضلات والاربطة والاوطار اثناء الوفاة كانت السبب هي بتعلق وتقول في كلتا الحالتين نظريا ان الدينسورات اجبرت على هذا الوضع بعد الوفاة وده اللي هتدرسه دلوقتي وتفحصه هل فعلا هذا الوضع كان بعد وفاة الدينسورات ولا كان سبب في الوفاة وده كرد فعل لهذا السبب نتابع بتقول ايه كطبيب بيطري واجهت مشكلة في ذلك رأيت الكثير من الحيوانات تدخل في هذا الموقف قبل الموت يعني تبتدي تنحني راسها الى الخلف وممكن تنحني زيول بتاعتها قبل الموت ناتجة عن حالات تؤثر على اجزاء من الدماغ تنظم حركات العضلات وبتابع كلامها وتقول تشير نتائج الدراسة الى ان العديد من الدينسورات عانت من التهاب في المخ بسبب موتها بالاختناق يعني في بعض الدينسورات الدراسات بتقول ان هي ماتت بالاختناق او الامراض البكترية او فقدان الدم الشديد او التسمم اذا ماتت الدينسورات بهذه الطريقة فهي تخبرنا شيئا عما يحدث في البيئة اثناء موتها بدلا من الظروف التي واجهتها جسسهم بعد الموت هنا السروق صدح حضراتكم دي عبارة عن برضو دينسور حفرية لي وهو في وضع الموت بهذا المنظر رأبته منحني على الخلف وديله منحنة الى الامام وتلخص كلامها في الاخر وتقول اذا ما هذا هل كانت الدينسورات بها اربطة مططية في اعناقها تنحني للخلف في الماء المالح بعد الموت ام ان اجسادها كانت تنحني للخلف وهم يموتون نتيجة للاختناق او المرض او الاصابة الذي اثرت على اجهزتهم العصبية المركزية وده بحث الدكتورة ثينسيا فوكس للي حب يطلع ويأخذ معلومات اكتر طي ملخص الموضوع ايه ان السبب الحقيقي في قتل الدينسورات او انكرادها هو الطفان العالمي زي موضحنا من خلال كثير من العلماء ان كثير من الحفريات كانت في وضع الاختناق واثناء الطفان استضم كثير من الاحجار في اندفاع الماء بالدينسورات واكسادها عشان كده بنلاقي كتير مع حفريات الدينسورات بعض الكشريات وبعض المخلوقات البحرية اللي مش ممكن تتواجد وتتعايش على الارض في نفس البيئة اللي بيتعايش فيها الدينسورات هل عاش الانسان مع الدينسورات محدش فينا شاف الدينسورات والمعروف انها انكردت تماما ومحدش فينا شاف الناس اللي عاشوا على الارض من الف او من الفين او من تلات تلاف سنة كل اللي بنعرف عنهم من خلال الآثار الموجودة وعملهم الفنية او كتاباتهم اللي تركوها لنا بنعرف من خلالها حياتهم وتقاليدهم كانت ازاي بتبدأ القصة في امريكا الجنوبية سنة 1930 مع الدكتور البشري بوليفيا كابريرا في امريكا الجنوبية في بيرو الدكتور ده كان محب الفقراء وكان بيعطف عليهم ويكشف عليهم بالمجان لغاية في يوم مزارع جلبان جاب حجر هدية للدكتور اعتراف منه بالشكر والجميل لكن الحاجة الغريب لفض نظر الدكتور وقعد ينظر فيه ويتأمل وجد فيه حيوانات غريبة الشكل عملاقة مع بشر وكان موضوع الدنيا صراط ما بيشغلش فكرة حد في امريكا الجنوبية في الفترة دي لكن شغل فكرة الدكتور بوليفيا كابيرا وابتدى يشتري الأحجار دي ويجمع كل ما يقدر يحصل عليه من الفلاحين البسطاء اللي بيلقوها في الكبور الأديمة أو في أماكن مدفونة تحت الأرض وده منظر لحجر بيطلقه عليه إيكا ستونس داخل أبر قديم وبعد كده ابن الدكتور جافيرا كابيريرا وهو أستاذ جامعي ابتدى يكمل ويجمع بعض من هذه الأحجار وعمل متحف صغير جمع فيه كل الأحجار اللي هو جمعها وكمان المجموعة اللي ورصها من أبوه وتم عمل دراسات كتيرة على هذه الأحجار وأعرض لحضراتكم بعض المراجع للي يحب يتعمق في موضوع الإيكا ستونس لحظوا هنا الأحجار الأديمة دي اللي بترسم كتير من الدنيا صراط وأشكال جلدها اللي مليان بالدواير والشكل الخارجي بالزبط زي المكتشف حديثا وشوفنا إزاي أن العلم الإنجليزي ريرشارد أوين ما كانش قادر يتخيل شكل الدنيا صراط من خلال العظام اللي كانت معاه وهنا الأحجار دي بترسم بدقة عالية جدا كل أشكال وأنواع الدنيا صراط اللي العلماء اكتشفوها حديثا وعرفوا شكلها مؤخرا هنا رسم دواير على الجلد في دنيا صور من نوع تري سيراطوبس هنا موسك من الدهب كان موجود في أحد الكبور الأديمة دكقوا كده معايا في الصورة ولحظوا إيه المرسوم على الجانبين دكتور دون باتن هو راعي كنيسة وليه نشاط واسع وأبحاث كتيرة في مجال الجيلوجيا والأركيولوجي في أكتر من 40 دولة حول العالم وليه موقعين على الإنترنت اللي يحب يتعرف أكتر على مجال بحثه في عالم الدنيا صراط وفي عالم الأركيولوجي بصفة عامة زارت دكتور دان باتن متحف دكتور جافيرا في بيرو وعمل بعض الأبحاث على الأحجار الموجودة عنده ومنقوش عليها كتير من الدنيا صراط طبعا في ناس كتير شككوا في هذه الأحجار وقالوا إنها مزورة وفي أحجار بتتباع على الرصيف في الشارع مرسوم عليها دنيا صراط وأشكال كتيرة وفعلا كلامهم صح في شيء من الحقيقة في بعض الناس هناك بيعملوا بعض الأحجار وبيبعوها للسائحين اللي بيزوروا المتاحف دي وطبعا الأمريكا الجنوبية فيها كتير من دول العالم التالت وفي كتير منهم بيعيشوا تحت خط الفقر وده بيعتبر ليهم مصدر رزق لما يعملوا أحجار وأشكال بهذه المنظر لكن مش معنى وجود ورق بردي بيتباع على سبيل المثال في البزارات في مصر إنه مفيش ورق بردي أثري فرعوني حقيقي داخل المتاحف ودي خريطة بتوضح أماكن الكبور الجماعية للحفريات والجريف يارد فوسلز في كرة أمريكا الجنوبية لأنه يعتبر كرة أمريكا الجنوبية من أكتر الأماكن اللي فيها فعلا حفريات لدنيا صورات بأشكال متعددة نروح للمكسيك وكان فيه مهاجر ألماني للمكسيك اسمه ويلدمار جولس رود استقر هناك وتجوج من أمرأة من المكسيك وكان غاول الأصار وبيعتبروه أن هو أثري هاوي في يوم من الأيام وهو بيتمشى عند جبل التورو وهو جبل موجود في حتة اسمها أكومبارو في المكسيك شاف جزء صغير لتمثال من الفخار مدفوم معظمه في الأرض اتحمس جدا لما رأى الأثر ده واكتشفوا وطلعوا وفيدل يبحث عن أثار أكتر وأكتر في المنطقة دي وفعلا تم اكتشاف أثار كتيرة جدا لأشكال متعددة من السيراميك والفخار وكان هذا الأثر الهاوي قبل كده بسنوات اكتشف على بعد حوالي سبع عميان من المنطقة دي اكتشف مجموعة من الأثار تاريخها بيرجع إلى ألاف السنين في المكسيك واللي اكتشاف ده لغاية دلوقت شمعروف باسم شوبيكيارو كوليكشن وكان اكتشاف مهم والعلماء اعترفوا بأقدميته لكن لما اكتشف بعد كده المكان التاني عند جبل التورو اللي فيه أشكال الدنيسورات وصراعها مع البشر على بعد سبع عميان بس شككوا فيها وقالوا لأ دي خدعة ومش حقيقة طبعا لأنها بتهدم كل نظرية التطور للدنيسورات وبتثبت أن الكتاب المقدس وكصة الخلق صحيحة أن ربنا خلق كل الكائنات وعاشت في نفس الفترة الزمنية مع بعض زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا وجي بعد كده بعض الباحثين والمهتمين بالموضوع وعملوا دراسات على هذه الأشكال اللي هم اكتشفوها وعملوا حوار بعد كده مع ابنه كالوس ودرسوا الموطوع وهذه الأثار بمنتهى الدقة اهتم بالموضوع ده دكتور اسمه دينيس سوفت وهو رجل مهتم بالأثار واشترك في كثير من الأبحاث الأركيولوجية في مناطق كثيرة من دول العالم وليه موقع اسمه الدنيسور والإنسان بيعرض في الموقع ده كثير من الأدلة اللي بتشير إلى تواجد الإنسان والدنيسور معا في فترة من الزمن فعلا سافر دكتور دينيس سوفت إلى المكسيك ليدرس هذه الأجسام الفخارية ويسجلها ويصورها ويشوف إزاي تم اكتشافها ومش كده وبس ده كمان قابل بعض الناس اللي شاركوا في عملية البحث واكتشاف هذه الأثار وعمل معاهم بعض الحوارات عشان يعرف منهم إيه اللي حصل بالزبط وإزاي اكتشفوا هذه الحاجات وإزاي طلعوها جزء بجزء من تحت جبل الطورو وهنا دكتور دينيس بيعرض قطعة من بيريال كلاوز اللي هو قطعة من قماش كان مدفون بها شخص معين بيقولوا إن عمرها بتحليلها حوالي ألفين سنة تم استخراجها من مجبرة كان ملفوف بها أحد الأجساد ومرسوم عليها دنيا صورات زي ما حضراتكم شايفين في الصورة والصورة دي بتقارن ما بين شكل فني زي دنيا صورات من عائلة استيجاسوريا وشكل الاستيجاسوريس نفسه اللي توصل إليه العلماء حديثا ونفس الكلام مقارن ما بين شكل فخاري وشكل السارابودز والشكل ده لسارابودز بيستخدم ديله علشان يقدر يستند عليه ويمدي جسمه لفوق وهو ده بالضبط نفس اللي قاله عالم اسمه دكتور روبرت باكر في كتابه ورسم رسمة توضيح عن استخدام السارابودز لديله في حالة الوقوف أو في حالة الصراع مع حيوانات أخرى ودي أسماء بعض الكتب والمراجع اللي اتكلمت عن الإيكا ستونز أو التماثيل الفخارية للدنيسورات للي حب يعرف أكتر عن هذه الأصار اللي بتثبت فعلا إن الإنسان تعايش مع الدنيسورات في فترة من الزمن هنا كتاب مهم اسمه سا فوسفات روكس واكتشفوا هذه الطبقة في ساوس كالرانيا وسموها أشلي فوسفات بيتز ودي صورة من داخل الكتاب بتوضع استخراجهم من الفوسفات واكتشاف العاملين هناك وبعض العلماء لكثير من العظام اللي كانت مفاجأة وعكس كل التوقعات ليه كانت عكس كل التوقعات لأنهم وجدوا عظام للدنيسورات مع الإنسان مع ثديات في طبقة واحدة وده طبعا ضد الجدول الجيولوجي والمبادئ اللي وضعها شارلز ليال لأن اكتشاف كل هذه الحفريات في طبقة جيولوجية واحدة عكس كل ما نادى به شارلز ليال لكن اكتشافهم في طبقة واحدة بيأكد إيه؟ بيأكد ما قاله أبو علم الجيولوجيا نفسه اللي هو نيكلوسستينو اللي قال إن كل هذه الطبقات كانت نتيجة لفيضان نوح وده الكتاب ده مهم جدا اللي بيجمع كل هذه المعلومات وبيتكلم عن المان دنيسورز and mammals together بيتكلم عن حفريات الإنسان وحفريات الدنيسورات وحفريات الثديات كلها معا في طبقة واحدة وعمل دراسته في الكتاب ده على الأشلي فوسفات بيدز والمارل بيدز اللي هم في ساوس كالورانيا في بعض الأثار الأخرى اللي بتثبت وجود الدنيسورات مع الإنسان على سبيل المثال فيه كتدرائية في إنجلترا اسمها كارسل كاتدرال فيه هناك جواها قبر معين وكتدرائية دي بنيت سنة 1122 ميلاديا واستمرت فيها الصلوات مدة 900 سنة المهم في القبر اللي بقول أحرادكم عليه ده هو إن في سنة 1496 فيه أب أسكوف هناك اسمه ريتشارد بيل اتدفن في كتدرائية دي والقبر بتاعه تم تزينه بعض الحيوانات المنقوشة على إطار من النحاس حولين القبر لكن فيه اتنين من الحيوانات شكلهم كده بيفكرنا بالدنيسورات وأفضل توظيف وصف لهذا الكائن هو دنيسور من نوع السيرابوتز فيه لوحة تانية من الموزايك اسمها زانايل موزايك أوف بلاستيرين والوصف اللي مكتوب على الصورة ده هو من فوق بيقول كاركودايل ليبرد يعني حاجة كده خليط ما بين التمساع وما بين الليبرد بيوافق الوصف ده هو حيوان معين موجود حاليا في المتاحف فعلا اكتشفوا ليه هذه الحفرية ومعروف من علميا إن من الحفرية بتاعته إن الكائن ده بيشبه إلى حد بعيد التماسيح وبيعتبروا الموزايك ده يعني واحد من أفضل الحاجات اللي بتوضع إزاي كان فيه أشكال لكائنات حية تشبه الدنسورات في العصور الأديمة كثير من حضراتكم يعرف إن كان فيه مدينة من حوالي 2000 سنة في إيطاليا اسمها بومباي في حدث بركاني عظيم مفاجئ غطى المدينة كلها وقضى على كل اللي فيها وتم تحويل المدينة دي إلى تل من الرماد البركاني وكل شيء اتحفز فيها بنفس الشكل أو بنفس الوضع اللي كان موجود ساعتها في القرن 19 تم اكتشاف بعض البيوت وتم اكتشاف بعض الأجساد المحفوظة بالشكل اللي صد حضراتكم ده وتم اكتشاف لوح ورسومات وزخارف كانت موجودة على الحوائط داخل البيوت وتم اكتشاف هذه اللوحة ركزوا معايا في هذا الشكل هل هذا أيضا بيشبه كائن مثل الدنيسور بنفس النوع اللي خدناه في النايل موزاك من شوية وفي موزاك تاني اكتشافه في أرض إسرائيل برضو بيوضح أن فيه صراع ما بين بعض البشر وما بين كائن غريب يشبه إلى حد ما الدنيسور فيه في كامبوتجا معبد اسمه أنج كور معبد بوزي اتبنى من حوالي 800 سنة فاتت فيه بعض النقوش على حجار هذا المعبد مرسومة عليها حيوانات كتيرة زي إرد وغزال وحتى فيه بعض السحالي مرسومة لكن فيه صورة بتجبه لحد كبير إلى دنيسور من نوع استيجاسور فيه سيف على الطراز الروماني اكتشافه في ولاية أريزونا في أمريكا سنة 1924 السيف ده وما نقوش عليه دينسور وصورة عن كرب هنا بتوضح شكل النقش اللي موجود على السيف إزاي رسموا الدنيسور على السيف من عصر الإمبراطورية الرومانية كمثال للكوة وفيه كثير من القصة المذكورة في التاريخ الروماني بتوضح أن الجنود حربوا كائنات عملاقة بتشبه الدنيسورات وقتلوها هنوضح المصدر في آخر الحلقة وفيه الكثير من النقوش على الجدران قديمة بتمثل كائنات عملاقة بحرية وفيه كثير من الأواني والأعمال الفنية والفخارية وحتى أعمال خشبية منقوش عليها دنيسورات بأشكال متعددة في حضارة ما بين النهرين اكتشفوا بعض الأشكال لكائن غريب على أسواتهم بابل الأديمة فيه هناك معمول نقوش الأسود وحاجات منقوش اليونيكورن وفيه نقش أيضا لحاجة دراجون أو حاجة تشبه التنين على بوابة عشتار من حوالي 2600 سنة مضت موجود حاليا تصميم مماسل في متحب في برلين بألمانيا وما زالت أصار هذا الكائن الغريب اللي هو دراجون أو التنين موجودة لغاية شو منها هذا زي ما جاء في سفر دنيال أنه كان فيه تنين فيه أرض بابل نقطة مهمة جدا كمان في حضارة العراء الأديمة هي السيلندر سيل وهو عبارة عن ختم لكن على شكل استوانة وبيلف ويطبع على تبلت من الفخار وموجود منه أكتر من شكل في متحف اللوفر بباريس وكانوا بيستخدموا هذه الأختام في توصيق الوسائق اللي مكتوبة بالخط المسماري زي الأختام أو إثبات ملكية أو مجونية أو حتى في التزيين وفي الأعمال الفنية وفي كتير من هذه الأختام الأسطوانية مرسوم عليها حيوانات متعددة لكن في حاجة غريبة حبة أنك تلاقي حيوان يشبه الضنياصور ومرسوم بهذه الدقة والأبعاد والنسب ما بين طول الرقبة وبين حجم الجسم إلا طبعا لو كان صمم هذا الختم شاب نفسه هذا الكائن الغريب العجيب الكبير أنه كان ليه وجود فعلا طبعا في اليوكوبيديا وفي المراجع العلمية والعلماء بيقولوا أن دو حيوان أسطوري ملهوش أي وجود صلاية الملك نارمر موجودة في المتحف المصري بالقاهرة وبيعتبروها علماء الأثار أنها أقدم الوسائق التاريخية في العالم صلاية الملك نارمر فيها حيوانان شكلهما غريب جدا بيشبه إلى حد كبير الضنياصورات بالحجم الكبير بتاعها لكن طبعا العلماء بيقولوا عنهم أن هما حيوانات وهمية أو أسطورية أو غير موجودة نشوف صلاية تانية فرعونية مرسومة عليها بعض الحيوانات المختلفة المعروفة لنا لكن في هذا الحيوان العملاق بين قصين يعني اللي هو الحيوان الوهمي اللي بيشبه إلى حد ما الدنياصورات نلاقيه مرسوم برضو في صلاية تالتة كمان اسمها تو دوج بلايت محفوظة في متحف في إنجلترا لحظوا معايا كثير من الحيوانات المعروفة لكن فيه اتنين من الحيوانات عملاقة هل ممكن ده يكون تمثيل الدنياصور؟ طبعا علماء المصريات بيقولوا ده حيوان مهمي أو أسطوري أو غير موجود لكن تكرار الرسم هذا الحيوان بهذه الموصفات الشبيهة جدا بالدنياصور في كثير من الأثار الأديمة واحد ممكن يقول ده تمثيل لشكل زرافة أو حاجة زي كده يعني لكن لو تأملتم تحت هنا هتلاقوا في الصلاية دية في ظهرها بتلاقوا زرافة مرسومة بشكلها الطبيعي ونسب جسمها متنسقة جدا بالإضافة برضو لحيوان كبير بعونق طويلة مرسوم على هبو تاسك اللي هو الأرن بتاع الهبو أو سيد أشتا واكتشفوا هذا الهبو تاسك داخل أبر بيرجع أبر فرعوني بيرجع للقرن الاثناشر قبل الميلاد في منطقة في مرتفعات الجولان اسمها أم القناطير اكتشفوا أثار معبد بترجع للعصر الروماني والمهم إنهم اكتشفوا في قعدة عمود رسمة دنيسور عملاك أو نقشة دنيسور عملاك بيأكل حصان أو بيهجم على حصان رسومات الكهوف كانت وما زالت مجال شيك وموسيل الدراسة علشان نعرف أكتر عن حياة البشر في هذه العصور أو إيه هو معنى رسوماتهم وإيه هو الهدف منها لكن العاوز أركز عليه دلوقتي هو الرسومات اللي تم اكتشافها وفيها حيوانات زي دنيسورات بالزبط كتير جدا من الرسومات اللي بتوضح رؤية الإنسان في عصور قديمة للدنيسورات ورسمها في توضيح الأحداث يعني الإنسان عاشها بنفسه في عصور قديمة وهنا دكتور دون باتون مع رسمة بتوضح دنيسور من نوع تريسيراتوبس بالإضافة إلى كده فيه أثار أقدام الدنيسورات فيه طبقات ما زالت محفوظة واكتشفوا سنة 2000 أثار قدم دنيسور متقاطع مع أثار قدم الإنسان وكمان خطوات كتير الإنسان في نفس الطبقة مع دنيسور تريكس تم تحليل بعض هذه الأثار بالسيتي سكان وكل التفاصيل لو عاوز فعلا تلاقيها وتعرفها ستكون موجودة على موقع للدكتور دون باتون اسمه foodprintinstone.com ومكتوب هنا على الشاشة صوت حضراتكم فولكنوح والدنيسورات لازم نعرف شيء مهم أن الدنيسورات كائن يبيض وبيرعى البيض لغاية لما يقفس وتخرج منه دنيسورات الصغيرة وتبدأ في مرحلة النمو هنا عرض لبعض الصور توضح حجم البيض وبالتالي نقدر ندرك ونتخيل حجم الكائن الحي أو الدنيسور الصغير اللي ممكن يطلع من هذه البيضة أكبر مكان في العالم يحتوي على بيض الدنيسورات هو في الصين في هاينن دنيسور ميوزيوم وسنة 2015 دخل موسوعة جينيس ريكورد كأكبر مكان في العالم يحتوي على مجموعة كبيرة من بيض الدنيسورات بتصل إلى 1008 بيضة وأحجام بيض الدنيسورات متنوعة لكن أكبر حجم هو ده وكنت صورت بيضة لدنيسور بحجم كبير في أحد المتاحف زي ما حضرتكم شايفين وفي متحف الخلق عرضين مجموعة أيضا من بيض الدنيسورات وعلشان أوصل المعنى لحضراتكم في مثال ممكن نفهمه بسهولة هو التمسيح إزاي بتوصل لأحجام عملاقة جدا وهي بتكون لما بتتقفس من البيضة بتكون أحجامها صغيرة جدا لأن في كثير من الزواحف ما عندهاش مرحلة من النمو بتقف عندها لكن طول ما هي عايشة بتنمو وبتجبر في الحجم بنفس المثال الدنيسورات بتبدأ صغيرة جدا وبتجبر وبتنمو مع الوقت وعندنا اكتشافات كتيرة لعش دنيسور متحجر البيت جواه وكان أنواع معينة من الدنيسورات بتحميه وماتوا في نفس الوقت لدرجة أن في حفرية ماتت وهي في وضع البيض يعني بتضع البيض لا وماتت وتحجرت أو جات عليها طبقات رسوبية موتتها وحفزتها في نفس الوضع اللي هي كانت فيه وده معناه أنها ماتت وتغطت بطبقة رسوبية في نفس الوقت وهي بتضع البيض السؤال المهم اللي لازم نسأله إيه هو معدل النمو أو منحنى النمو للدنيسورات حسب شرح علماء الحفريات أو العلماء المتخصصين في هذا المجال في المنحنى اللي موجود على الشاشة منحنى النمو Growth Curve هنا أربع أجناس من الدنيسورات بيوضح المحور الأفقي العمر بالسنوات من خمس سنين عشر سنين خمستاشر لغاية تلاتين سنة من عمر الدنيسورات المحور الرأسي بيوضح الوزن بالكيلو جرام عاوز حضراتكم تركزوا على المحور الأفقي اللي بيوضح عدد السنين وشوفوا منحنى النمو من عمر سنة إلى خمس سنين هتلاقي إن فيه ارتفاع طفيف جدا لكن عند بداية السبع أو الثمن أو عشر سنين بيبدأ المنحنى يرتفع بصورة سريعة بيمثل فيها النمو السريع في الفترة دي معنى كده إيه؟ إن أول خمس سنين مفيش نموه مرحوظ لا في الحجم ولا في الوزن وحسب الكتاب المقدس الحيوانات كانت في الفولك مدة سنة وأيام قليلة زيادة يعني لو شفنا الخط الأسوة الدواء اللي بيمثل نموه التيريكس يعني لو خد نوح معاه داخل الفولك حيوانات صغيرة السن والحجم من أجناس الدنياصورات مش هيكون نموها سريع أو صعب التحكم فيه لكن هيكون زي أي حيوانات أخرى موجودة في الفولك والرسمة دا يوضح معدل نمو لأحد الدنياصورات اسمها أبا تسورس وبيقولك هنا لو دخل الدنياصور في عمر أربع سنوات على سبيل المثال وخرج بعد سنة هيكون وزنه في الفولك وزنه طبيعي زي أي حيوان لسه ما دخلش مرحلة النمو السريع اللي بيحصل عند سن سبع أو تمن أو عشر سنين زي ما الكرف بيوضح علشان كده في تصميم فولك نوح اللي موجود في أمريكا في ولاية كينتاكي عارضين هناك بعض أجناس الدنياصورات علشان توصل المعنى وكنا عملنا حلقة خاصة لفولك نوح وشفنا الحجم العملاق بتاعه حسب وصف الكتاب المقدس سؤال مهم تاني طيب نوح النبي أخذ معاه مئات أو ألاف الأنواع من الدنياصورات الإجابة لا لأن الكتاب قال أنه يدخل الحيوانات كأجناسها يعني الجنس الواحد بيتفرع منه أنواع كتيرة في المستقبل وكنا عملنا حلقة على أجناس وعداد الحيوانات اللي كانت داخل الفولك ده مثال جنس من الدنياصورات جنس دواء اسمه سيراتوبسية وده عيلة واحدة لها نفس الصفات لكن متنوعة الأشكال يعني لو نوح هيدخل حيوان واحد منهم في المستقبل ممكن يتنوع منه أنواع كتيرة حاملة لنفس الجيناتك بول وده رسمة الجماجم لهذه الفصيلة من الدنياصورات علشان كده حسب ما الكتاب المقدس وصف لنا أن الله خلق الكائنات الحية كأجناسها وبعد كده حدث تنوع داخل كل جنس كنوع من التأقلم مع البيئة والمتغيرات اللي حواليه أو المكان اللي بيعيش فيه وبعد كده عند فلك نوح أدخل عنده الحيوانات كأجناسها زي ما كتاب المقدس قال لنا وبعد الفلك حدث أيضا تنوع لأجناس كتيرة وانقرات لأجناس كتيرة كان من ضمن هذه الأجناس اللي انقردت بعد طفان نوح هي الدنياصورات علشان كده الصورة اللي عرضتها في الأول لم تكن وقعية ليه؟ لأن نوح هيأخذ معاه الدنياصورات الصغيرة علشان هتفيده أكتر ليه؟ أصغر في الحجم وبتأكل أقل وسهل التعامل معه وكمان هتكون قدرتها الإنجابية في المستقبل بعد كده أفضل من الحيوانات الضخمة الكبيرة الكتاب المقدس والدنياصورات هل تكلم الكتاب المقدس عن الدنياصورات؟ زي ما وضحنا في الأول أن كلمة الدنياصور مصطلح حديث من أقل من 200 سنة لكن الكتاب المقدس ذكر بعض المواصفات لكائنات تتماثل تماماً مع وصف الدنياصورات زي ما نشوف دلوقتي في أول حاجة في أول سفر التكوين لما خلق الله السماوات والأرض بيقول الكتاب فخلق الله التنانين العظام وكلمة تنين بتعني إن كانت وحش بحري أو أرضي في سفر أيوب في الصحة الاربعين بيتكلم عن وصفة حيوان اسمه بهيموث وقبله في صحة 39 بيتكلم عن حوالي 12 طائر وحيوان كلهم معروفين لدينا لكن بهيموث دوه لما نفهم وصفاته بنعرف إنه دنياصور من نوع بريكاسورس نقرأ النص دلوقتي ونشوف النص بيقول إيه هو ذا بهيموث الذي سنعطاه معك يأكل العجب مثل البكر ها هي قوته في متنه وشدته في عضل بطنه يخفض ذنبه كأرزة هنا ذنبه اللي هو الديل بتاعه كأرزة اللي هو شغرة الأرز الكبيرة جدا المعروفة بكبرها وقوتها وطلها عروق فغديه مطفورة يعني عروق فغده كلها عضلات زي ما تكون حاجة مطفورة عظامه أنبي بن حاس فعلا اكتشفوا في هذا النوع من الدنياصور أن العظام الرقب بتاعته بعض العظام مجوفة من الداخل يعني زي الأنابيب مجوفة من الداخل جرموها حديد ممطول هوز النهر يفيد فلا يفر هو يطمئن ولو امضفق الأردن في فمه هل يؤخذ من أمامه هل يسقب أنفه بخذامة فيه ناس اعترضوا وقالوا المواصفات دي تنطبق على الفيل لكن لو لاحظتوا هنا أن ديل الفيل مش زي شجرة الأرض العملاقة أبدا وفيه ناس تانية قالت لا ده بيوصف وصف بيشبه الهبو اللي هو سيد اشتا لكن الوصف ده برضو ما بينطبقش عليه لأن ديله صغير جدا لكن هذا الوصف ينطبق على نوع من الدنياصورات اسمه بريكاثوروس الحيوان البحر العملاق لويافان في سفر أيوب في صحاح 41 بيوصف كائن بحري عملاق جدا نقرأ النص بيقول إيه أتصطاد لويافان بشص يعني أتصطاده بشص بتاع صنارة بسن صنارة أو تضغط لسانه بحبل أتضع أسلة في خطمه أم تفكب فكه بخزامة أيكثر التضرعات إليك أم يتكلم معك بلين هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا أتلعب معه كالعصفور أو تربط لأجله فتياتك هل تحفر جماعة الصيادين لأجله حفرة أو يكسمونه بين الكنعانيين أتملأ جلده حرابا ورأسه بإيلال السمك ضع يدك عليه لا تعد تذكر الكتال في سفر تتم الدنيال في الصحة الاربعتاشر بيتكلم عن تنين ضخم كان بيتعبد لي الناس في بابل وزي موضحنا على بوابة عشطار كان يوجد رسم غريب قد يكون هو ده التنين اللي هم رسمينه على بوابة عشطار وعلى أصوار بابل الأديمة نقرأ النص بيقول إيه وكان في بابل تنين عظيم وكان أهله يعبدونه فقال الملك لدنيال أتقول عن هذا أيضا إنه نحاس ها إنه حي يأكل ويشرب ولا تستطيع أن تقول أنه ليس إلها حيا فأسجد له فقال دنيال إني إنما أسجد للرب إلهي لأنه هو الإله الحي وأنت أيها الملك اجعل لي سلطانا فأقتل التنين بلا سيف ولا عصى فقال الملك قد جعلت لك فأخذ دنيال زفتا وشحما وشعرا وطبخها معا وصنع أقراصا وجعلها في فم التنين فأكلها التنين فانشك فقال أنظروا مع بوداتكم كثير من المؤرخين اتكلموا في كتبهم عن حيوانات أو تنانين أو دراجون يجبه في وصفه الدنياصورات بأنواعها الرحالة ماركو بولو في القرن الثالث عشر الميلادي اتكلم عن دراجون شافه في الشرق الأقصى وبيوصفه زي وصف الدنياصورات بالزبط يحنى الدمشقي كتب أيضا عن دراجون وحيوانات تشبه الدنياصورات بعض المؤرخين الرومان كتبوا أيضا عن حيوانات عملاقة وتنانين وصفوها بأوصاف مماسلة للدنياصورات حوالين العالم كله فيه أساطير وحكايات بتتكلم عن وحوش بحرية عملاقة أو حيوانات عملاقة أو تنانين لما تربط كل الآثار الموجودة والكتابات والرسومات مع الاتشافات الحديثة لأنسجة رخوة للدنياصورات والحفريات المكتشفة وتبحث بدقة وأمانة تقدر تتأكد أن الدنياصورات عاشت فعلا مع البشر فترة ثم انقردت بعد ذلك وخلال الحلقة أنا تعمدت أسكر كل المعلومات والمراجع باللغة الإنجليزية علشان اللي يحب يبحث يبحث باللغة الإنجليزية ويتأكد من المعلومات دي لأن البحث باللغة الإنجليزية يعني على جوجل بيكون أكتر أكتر ثراء وتقدر تلاقي معلومات أكتر وفي النهاية سمحوني أن كنت أخطأت في أي شيء فهو عن غير قصد لأن إنسان غير متخصص في المواضيع دي لكن دي محاولة بسيطة مني أني أشارك حضراتكم ببعض المعلومات أو زي ما تعودنا نختم بآية في آخر الحلقة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه ولربنا المد الدائم إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر